النهاردة على العكس تماماً عكس حل إسماعيلي حل التحاد سكندري بيفوز للمباراة التانية على التوالي بعد مباراة أولى أمام أسوان كسبة 1-0 النهاردة بيكسب الداخلية 2-0 وبأداء رائع تعالوا نشوف الأهداف هدف أول كان الإبراهيم حسن في ديئة 36 الهدف أمام حضراتكم الإبراهيم حسن واحتفال إبراهيم حسن المعتاد ما جبناش الاحتفال بيحتفل كده بطريقة إبراهيم حسن طريقة معينة يعني ده هدف أول إبراهيم حسن هدف الثاني كان لأسوان أموته المهاجم اللي بينك وصين كده المصري طردوا مش عايزينك متقلق تقلق كبير مع الاتحاد الهدف الثاني على التوالي المباراة التاني على التوالي والآن الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز مع الأهلي والزمالك يا سادة يا فرحة جمالي اسكندرية ويا فرحة الاتحاد بإدارة نديهم ويا فرحة إدارة الاتحاد بلعبيها المنضمين للفريق خد بالك الاتحاد أهم ملحوظة فنية ممكن تقف عندها أنه الاتحاد الآن عنده دفاع قوي الاتحاد كان عنده كارثة دفاعية على مدار موسمين مضوا الموسم قبل اللي فات الاتحاد كان أضعف دفاع في الدوري الممتاز الموسم اللي فات كان من أضعف الدفاعات في الدوري الممتاز السنة دي مبارتين حتى الآن ما دخلش في الاتحاد ولا هدف وهنا نقف وهنا نقف نهار دا المفروض نطلع نقول لاعب الاتحاد أو مدافع الاتحاد عاملين أداء رائع مع حرس المرمى صح؟ مفروض يعني ما هتسلمان كمان المباراة المضاية تحديدة المباراة المضاية أمام أسوان عمل مباراة كبيرة جدا والدفاع رائع مين في الدفاع يا جماعة؟ محمود علاء مين محمود علاء المدافع الدولي الكبير؟ مين محمود علاء مدافع نادي الزمالكة الكبير؟ محمود علاء جايين نشيد بيه يعني النهار دا المفروض داخلين لستوديو كل الناس والمحللين ومقدمين البرامج والصحفيين والجماهير تشيد بالأداء اللي عاملوا محمود علاء مع الاتحاد ونقول له يلا ارجع تاني لمنتخم مصر يعمل ايه بقى محمود علاء؟ يتخانئ مع الحكم وفرقته كسبانة وفرقته مش مضغوطة وما عندوش أزمة وما عندوش أخطاء والمفروض فايق ومبسوط يتخانئ مع الحكم الحكم رايح يجينه انذار خدت الانذار حقك مش حقك مظلوم مش مظلوم خدت الانذار خلصنا الأمور هادية بالنسبة لفريقك لا ازاي اخد انذار ما يصحش انا محمود علاء المدافع الكبير المدافع منتخم مصر تفرج فيروح يتخاني مع الحكم تاني بعد الانذار فالحكم يدي له طرد بص بص يا جماعة بص خليكم معايا ده بعد الطرد طبعا بقى فيه يعني الحكم هيكتب في تياريه وكل حاجة هدين محمود علاء مؤكد يعني وانا لما حطي ايدي تحت بقك ده فيه كلام اكيد مش هينفع الكاملات تشوفه بس عادي الحكم يسمعه عادي بالنسبة للمحمود علاء الحكم يسمعه عادي ليه ليه انت متقلق اه ممكن ممكن تكون حسيت بضغط الموسم الماضي حسيت انك مظلوم حسيت انك متدايق عايز تسبت نفسك عندك دفاع او فريق جماهير كبير زي الاتحاد عايز تشيل الدفاع بتاعه ضغوطات بس انت برضو مدافع كبير ماينفعش ده يحصل وهو زي ما بننتقد الحكام دائما وانه الحكم ده تمخطئ الحكم ده ما كانش ينفع يعمل كده الحكم ده ما كانش ينفع يطلع الكارت كان المفوض يطلع الكارت كان المفوض يحسب ضرب الجزاء ما يحسبش ضرب الجزاء لا احنا برضو نلوم على اللاعبين بتاعنا ما اكيد برضو محمود علاء ما كانش بيعمل كده مع حكم اجنبي في بطولة افريقية مثلا ما يقدرش يعملها في بطولة او مباراة مع الزمالك قدام الاهلي ما يقدرش يعملها في دولة الابطال ما يقدرش يعملها ايه يعني رايح على الحكم تتهجم يعني ايه يعني ايه تيجي من محمود علاء تيجي من حد لعب صغير محمود علاء لا شوف سبحان الله سبحان الله اللعب نفسه أسواء أحيان اللعبين يقولك إيه الناس بتظلمنا والناس بتهجمنا والله الطبيعي إن العالم كله مش لا أفهم يعني كل اللي بيشتغلوا في الإعلام يشيدوا النهاردة من محمود علاء هو عمل إيه بوز الصورة بوز الصورة في اللحظة اللي هو محتاج فيها الدعم اضطرينا اضطريت كل الناس هاتضطر تنتقد ما فعلوا اليوم في هذه المواجهة مع حكم اللقاء